بسم الله الرحمن الرحيم في الآيات السابقة مر بعض الأحكام التي تحتاج إلى التوقيت كصوم شهر رمضان والاعتكاف فلابد من طريق لإحراز هذا الوقت فجعل الله تبارك وتعالى الهلال علامة للشهر سواء في شهر رمضان أو في غيره يسألونك يا رسول الله عن الأهلة الأهلة جمع هلال وكان سؤالهم إما عن الحكمة في ظهور القمر في بداية كل الشهر بشكل الهلال ثم يصير بدرا ثم يرجع هلالا حتى المحاق فسؤالهم عن الفائدة في ظهور الهلال كل الشهر وإما كان سؤالهم عن سبب اختلاف أحوال الهلال بالزيادة والنقصان فيكون السؤال سؤالا فلكيا فجاء الجواب عن السؤال الأول فقط في بيان الحكمة والفائدة دون الثاني حيث أعرض الله تبارك وتعالى عن جوابه لأن سؤالهم كان عن الأحوال الفلكية وكان فهمهم قاصرا عن إدراك أمور الفلك فأعرض القرآن عن جوابهم لأن عقولهم لم تكن تتحمل الجواب الفلكي بالإضافة إلى أن مهمة القرآن هي الهداية لا بيان العلوم الطبيعية فالقرآن الكريم يحث على اكتشاف حقائق الكون ويترك التفاصيل إلى العلماء ليكتشفوا القوانين الطبيعية وأسبابها ويستفيدوا منها لحياتهم المعيشية وأما ما ذكر في القرآن من الأمور الطبيعية فإنما هو ذكر لغرض الهداية بإلفات الناس إلى آيات عظمة الله تبارك وتعالى لذا أعرض القرآن عن جوابهم واكتفى بجواب السؤال الأول وبيّن لهم الحكمة من الأهلة وأنها ترتبط بأمور الناس الدينية والدنيوية فهذه الأمور ترتبط بحركة القمر قل يا رسول الله في جوابهم هي مواقيت للناس والحج يعني هذه الأهلة جعلت مواقيت جمع ميقات بمعنى الوقت والزمان هذه الأهلة جعلت لحفظ مصالح الناس في دينهم ودنياهم فمن الأمور الدنيوية مواعيد معاملاتهم وديونهم ومختلف برامجهم ومن الأمور الدينية التي ترتبط بحركة القمر الصوم والأعياد وعدة النساء والحج وقد يتساءل لماذا ربط الله تبارك وتعالى شؤون الناس الدنيوية والدينية بالقمر دون الشمس للإجابة على هذا السؤال راجع تفسير التفكر في القرآن المجلد الثاني صفحة 347 هي مواقيت للناس في شؤونهم الدنيوية والحج يعني ميقات لشؤون الدينية ومنها الحج فإن وقت الحج يعرف بواسطة الهلال وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله عز وجل هي مواقيت للناس والحج قال عليه السلام لصومهم وفطرهم وحجهم وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن الأهلة فقال هي الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها كان من أعمال الجاهليين أنهم إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها وإنما يدخلون البيوت من ظهورها فنهي عن ذلك وليس البر بأن تأتوا البيوت يعني تدخلوا البيوت من ظهورها يعني من ورائها حيث كانوا ينقبون الأرض ويدخلون من الناقب ويعتبرون ذلك من الدين وهذا من البدع لأنه يدخل ما ليس من الدين في الدين والعبادة توقيفية فالتغيير فيها بدعة ولكن البر من اتقى اتقى الله تبارك وتعالى بيتيان أوامره واجتناب نواهيه وأتوا البيوت من أبوابها عن طريق أخذ الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأوصيائه فالطريق الصحيح لله تبارك وتعالى إنما هو عن طريق الأنبياء وأوصيائهم فهم الباب إلى الله تبارك وتعالى والطريق إليه فعن الإمام الصادق عليه السلام الأوصياء هم أبواب الله عز وجل التي يؤتى منها ولولا هم ما عرف الله عز وجل وبه محتج الله تبارك وتعالى على خلقه وعن أمير المؤمنين عليه السلام نحن البيوت التي أمر الله بها أن تؤتى من أبوابها نحن باب الله وبيوته التي يؤتى منها فمن بايعنا وأقر بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابها ومن خالفنا وفضل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها واتقوا الله باتباع شرعه وعدم البدعة في دينه والفرق بين من اتقى واتقوا الله أن من اتقى يراد منه من اتقى المحرمات كما عن الإمام الصادق عليه السلام واتقوا الله يعني اتقاء غضب الله وعذابه فهناك غرضان من هاتين الكلمتين فلا تكرار في المقام هذا مثل فرد واحد يقول لا ترتكبوا المعاصي وخافوا الله تبارك وتعالى لعلكم تفلحون فمن اتقى الله وأتى البيوت من أبوابها واتقى المعاصي أفلح بالوصول إلى الهداية المتضمنة للسعادة الدنيوية والنعيم الأبدي الأخروي وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين